اهلا نسلم بكم تابعينا ومشاهدين في كل مكان. هنعرض اسعار الخضار في سوق العبور. ولكن في البداية هنعرض اسعار البطاطس بانواح. اهم حاجة متنسوش تميل لايك الفيديو يا جماعة. لايك بيرفع الفيديو علشان غيرك يستفيده وغيرك اعرف الاسعار. دوس على كلمة اعجبني. لو فاهم تابع جديد اول مرة يشوفنا ما ينساش تشترك في القناة بالضغط على كلمة تشترك باللون الاحمر اسفل الفيديو وفعل زر الجرس. طبعا البطاطسة اسعارها اه يعني ارتفعت وارتفعت النهاردة بالتحديد البصل لازلت اسعاره مرتفعة نشوف اسعاره والتماطم وبعض انواع الخضار في سوق العقل. البطاطسة جماعة البرمة النهاردة طلع من ارباح تلاف تمنمية جنيه لحد خمس تلاف ومية جنيه للطن. البرمة. البطفور فيها لحد خمس تلاف ولا متين جنيه. الكارة طبعا اسعارها مرتفعة تاليع فيها اليومين دولار قليل جدا هتصل لحد ستة لاف وستة لاف ولا متين جنيه للطن. الاريزونا جماعة فيها خمس تلاف خمسمائة جنيه للطن وخمس تلاف وتلتمائة جنيه للطن. يعني حسب جودتها وحسب المكان اللي انت موجود فيه. طبعا البطاطسة جماعة الاسبونتا اسعارها مرتفعة جدا في سوء العبور هتلاقيها وصلة تمانية جنيه وتسعة جنيه للكيلو. الطن يا جماعة لما بيطلع من الارض الزراعية التاجر بياخد الطن ومية كيلو بياخده طن. يعني في كل طن بيقطعه مية كيلو. تمام كده? تمام. ملحوظة جماعة مهمة جدا. الاسعار حسب المكان اللي انت موجود فيه وحسب جودة الزرع وحسب نوع البطاطس. يعني ممكن الاسعار عندنا تختلف عن بنسويف تختلف عن المنصورة كل زرع وليتم. الفلفل اللي انت شايفينه قدامكم يا جماعة فيه لحد تمانية جنيه وتسعة جنيه. الفلفل فيه لحد تمانية جنيه وتسعة جنيه في سوء العبور. الكوسة فيه كوسة تبدأ من خمسة جنيه لحد سبعة جنيه ونص وتمانية جنيه للكيلو. طبعا اه حسب جودتها وحسب يعني اه التاجر اللي هتشتري منه طبعا انت وشطرتك هم مثلا بيقول لك تسعة جنيه عشرة جنيه بحيس ان هو يصل للسعر اللي هو عايزه يعني لو عايز بيع بتمانية هيقول لك بتسعة بتسعة ونص. الشطة جماعة فيه شطة ستة جنيه وفيه شطة خمسة جنيه. آآ حسب آآ جودتها طبعا. البتنجال الابيض فيه لحد اربعة جنيه ونص. بتنجال الابيض جماعة فيه لحد اربعة جنيه ونص. ما تنسوش يا جماعة تشتركوا في القناة وتعملوا لايك الفيديو. البتنجال العروس فيه لحد خمسة جنيه. البتنجال الرومي فيه اربعة جنيه ونص وتلاتة جنيه وخمسة جنيه في الجودة العالية. البتنجال مخدت فيه لحد ستة جنيه ونص وسبعة جنيه البصل الناس اللي بتسأل على اسعار البصل لازالت اسعار البصل يا جماعة مستقرة واي تحديث هنطلع فيديو هنقول ان البصل يعني سعره اتحرك شوي البصل الكرد نضيف يا جماعة فيه لحد خمسة جنيه وربل البصل الاحمر من اربعة جنيه لحد خمسة جنيه وربل البصل الابيض يا جماعة فيه بصل ابيض اربعة جنيه ونص لحد خمسة جنيه ونص. فيه لحد خمسة ونص. قلنا البصل الاحمر خمسة جنيه وربع. وقلنا البصل الابيض خمسة جنيه ونص. التوم فيه من اربعة جنيه لحد خمسة جنيه. شكرت الجزر فيه من ستين جنيه لحد سبعين جنيه. الجزر الخامة جماعة. طبعا لشوية البتنجانة جماعة اسعارهم مرتفعة شوية. البسلة احنا تابعنا كالسعار البسلة فيها لحد تلاتاشر جنيه والفصل يا جماعة فيها لحد خمسة جنيه وستة جنيه. فيه بقى كورنبا جماعة في سوق العبور. آآ طبعا بيتباع بالوحدة من آآ ستة جنيه لحد سبعة جنيه. الارنبيط آآ كذلك الامر لحد تمانية جنيه. آآ الخضرات يا جماعة اللي هي الشبت والكسبورة والبكدونس والحاجات دي كلها. آآ الميت رابط يا جماعة بخمسين جنيه يعني الوحدة بنص جنيه. طيب. الطماطم. الطماطم يا جماعة في سوق العبور طبعا حسب جودتها وحسب يعني حسب الجودة وحسب العداية. فيها عدايات عشرين كيلو وفيها عدايات خمسة وعشرين كيلو. الطماطم يعني عاملة زي واسعار خضار عامة وبالحديد الطماطم عاملة زي الدهب يوم في الطالع ويوم في النازل. اسعار الطماطم بتختلف من يوم للتاني. آآ ممكن تقعد يوم نتعة مستقرة زي يعني دي لها من اول انبارح مستقرة لحد مية وعشرين جنيه للعداية ومية وخمستاشر جنيه ومية وعشر. يعني من تمانين جنيه اعلى حاجة فيها مية وخمستاشر ومية وعشرين جنيه للعداية وزن العداية عشرين كيلو. العدايات الخمسة وعشرين كيلو ممكن تصل مية وثلاثين جنيه مية واربعين جنيه حسب آآ وزنها. لان فيه عداد خمسة وعشرين وسبعة وعشرين كيلو يا جماعة. الخيار يا جماعة فيه خيار يبدأ من تلاتة جنيه لحد ستة جنيه وخمسة جنيه ونص وستة ونص حسب جودته. آآ اتمنى نكون فدناك يا جماعة لو نسيت حاجة يا ريت تكتبو لنا في التعليقات. آآ شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.